التأمين الاجتماعية أولاً في قانون التأمين الصحي الجديد أو الجديد وده من جورنال الأهرابي طبعاً قانون التأمين الصحي هو ذلك الموروث والممتد معنا من أيام العهد البائد من قبله كماناً أخبرتك بشأننا بحقاً للحق يعني يعني هي طبعاً قانون التأمين الصحي ليس بالقانون السهل يعني إحنا شفنا الإخوة في أمريكا ظلوا يتحدثوا عن التأمين الصحي لمدة سنتين مسألة شديدة لأنه عشان نتكلم عن العدال الاجتماعية يجب أن يوضح لنا مشروع القانون بشكل أساسي كيف سيمول هذا المشروع لأنه في الآخر المواطنين غير قادرين على أنهم يتحملون فقط علاجهم دي مسألة بديهية علاج في مصر مسألة يعني أن يمرض الإنسان أن يموت الإنسان أسهل مئة مرة أن يمرض لأنه ومصلحة له أنه يموت أو فقط ما يعني شكي تبادل هو أسرته يعني بالزبط فمسألة تحقيق العدالة الاجتماعية لن تكون مهمة سهلة إذا لم تكون هناك قرار وإرادة سياسية قوية بيوضع بتحديد المصادر التي توفر التمويل بما فيها بقى فضل ضرائب على الصناعات الملهوسة للبيئة عالية الربحية زي السجاير وزي الأسمنت وزي الأسمدة ضرائب مخصصة لتمويل التأمين الصحي وليست التمويل أي باب الميزانية تمام وإحنا في انتظار بأنه هو يعني بالزبط مزيد من النقاش طبعا مفترض أنه ينتظر ما بعد الانتخابات أنا لا أفضل صدور أي قانون إذا لم يكن عاجلا وملحا بالزبط قبل مجلس الشعب ينقشون طيب الحادثة الضخمة اللي حصلت في الغرداء الأوتوبيس السياحي اللي فيه سياح من المجر النيابة بتحبس سواء الأوتوبيس وبتسلم 11 جسد للصفارة المجرية قدام المصر اليوم كان عنده خطأ يعني هو غلط في حاجة هو طبعا دايما سواء الأوتوبيس أو السائق في الأصل هو هدف الاتهام الأول يعني في البداية ده جراءة تحفوظة من النيابة في أي حادثة السائق لأنه هو الهدف الأساسي وبعد كده التحقيقات تثبت إذا كان فيه مشكلة فيه خلال فن في الطريق هو مخبطش في حاجة يعني سرعات سرعة زيدة سبب الجوهاري لكن هو بس الحاجة الحقيقة اللي أنا عايز أقول عليها أنه حوادث المرور في مصر هي الخطر الأكبر الذي يهدد السياح وعايز أقول لحضرتك أنه النقل مش المرور النقل خليها مش هكذا حوادث عبارة تيارة يعني بالنسبة للسائحين وعايز أقول أنه فيه أغلب التحذيرات اللي فيه كثير من الدول المصدرة للسياحة المصر من تتعلق به المشاكل المرور وخصوصا حوادث الطرق ودي من الحاجات اللي إحنا سكتين عنها وهي مسألة تحتاج قدر كبير من الاهتمام الحقيقي إن شاء الله يا رب في حاجات كثيرة محتاجة قدر كبير يعني دي الخطة كده يعني من نفسي نقصح الصبح خطة إن الوزارة خطة وزارة الناس عملوها قبل كده قد تضمن تواجد سمراره استمرار سباحة سفنته لكنها الحقيقة إن طفان الدماء يغرق الدكتاتور ودي مسألة يعني كنتي بالتاريخ كلها لم تنجح العنف والقوة في وقت أي صورة لم تنجح يعني ما شفناش حوالينا من أول شاوشيسكو في رومانيا لحد قزافي وكلما زادت الدماء كلما زاد الصقر منه وكلما كانت نهايته أكثر سوءا يعني في الحقيقة من قارن بين زين العبدين بين علي وحسن مبارك اللي هو الحقيقة تمت المسألة الإطاحة بيهم بقدرة أقل من الدموية بقزافي وثم البشار الأسد إن شاء الله هيعرف الوضع شكله بزرطة أنا طبعا نفسي نختم خبر فرفوش وإيجابي وفراحي وكده بس يعني كل سنة وحالك تعيب صعبا بزرطة ويا رب بكرة بدينا أخبار كويس إن شاء الله أستاذ أشرف البرباري رئيس قسم الأخبار بجريدة الشروق نورتنا شكرا نستم كاملين نهارك سعيد عندنا فقرات كتيرة جدا خليكم معنا بعد الفاصل الجاي